اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوم الثلاثاء ثلاثين اغسطس الساعة ثلاثة صباحا سوف تغادر جميع اناصر دراقين بول مجر الاناصر هذه الاسكنات اللي ما اشتراها لا يزعل يحاول يجمعها في بوكس لانها حترجع ثاني مرة موعد رجوعها غير معروف لكن دائما الاسكنات هذه نفس نظام اسكنات ناروتو حترجع ثاني مرة بعد كده عندنا يوم الثلاثاء ثلاثين اغسطس الساعة اهداشر صباحا سوف تغادر تحديات دراقين بول القوة المطلقة اللي ما سوى التحديات انا احط لكم الرابط اصفل فيديو حالو تلحقوا انكم تسووا التحديات بعد كده عندنا يوم الثلاثاء ثلاثين اغسطس الساعة اهداشر صباحا او اتناعشر في الظهر سوف يتوفر اخر تحديث في السيزن تري شابتر تري اللي هو التحديث 21.50 في بعض الاشياء اللي حتصير في هذا التحديث من اهم الاشياء دي اللي هي مباني تلتد ان كانت تذكروا قبل يومين صارت مشكلة في اللعبة وكثير منكم ما قدر يدخل اللعبة بسبب هذه المشكلة فقالوا في التحديث هذا حيصلحوا المشكلة دي على موضوع المباني تمام بعد كده عندنا خلفية اللوبي ممكن حترجع الخلفية القديمة وحتتسرب معانا بعض الحزمات الجديدة وحتتسرب معانا بعض المعلومات الجديدة عن السيزن 4 شابتر تري وبعض المسربين قالوا حينزوا الملف خاص بالحفلة الغنائي يعني ممكن حيكون في حفل غنائي في نهاية السيزن وممكن ما فيه هذا الشي غير مؤكد الى الان بعد كده عندنا يوم التلتاء 30 اغسطس سيتوفر طور ساحة المباراة الاخيرة هذا الطور كثير منكم ما يعرفوا هذا الطور نفس نظام ارينا بالزبط بس اش الاختلاف انه هذا الطور ما تنزله دائرة صغيرة هذا الطور مرة جبار والحرب فيه مرة جبارة يعني اذا انت معرق ادخل لالعب مرة حتنبسط في الطور ده طيب قالوا في الطور هذا حيرجع البوم وهذا شيء اكيد وبعضهم قالوا انه البوم حيرجع لللعبة ثاني مرة بس هذا الشيء غير مؤكد لانه من بداية الشابتر تري ما فيه اي اسلاح قديم رجئ فممكن هذا كلام ما حيصير منه اي شيء هذا البوم ممكن حيكون بس للطور هذا بعد كده عندنا يوم الثلاثة ثلاثين اغسطس الساعة اربعة مساء تحديات تناغم الجزء الثامن انا كاتب الجزء السابع هذه غلطة لكن هو هتنزل معنا الجزء الثامن وان شاء الله سوي لكم شرح للتحديات نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الخميس واحد ستمبر الساعة ثلاثة صباحا ستتوفر حزمة الطاقم الجديدة في مجرى العناصر الحزمة هذه الى الان من فك التشفير عنها في التحديد ان شاء الله سينفك التشفير عنها واسوي لكم مقطع عرض لكامل الحزمة الحزمة عبارة عن سكن له ثلاثة اقنعة ولون واغنية لوبي وفي عندك الفي بوكس والبي تلباس وآكس وفي حقيبة ظهر لها ستايلين طرح الحزمة مرة خيالية فان شاء الله اذا نزلت اسوي لكم عرض لها سريع بعد كده عندنا يوم الخميس واحد ستمبر الساعة اربع مسان تحديات اسبوعية لسبوع الثالث عشر وان شاء الله سوي لكم شرح للتحديات نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الخميس واحد ستمبر الساعة اربع مسان تحديات سكن سناب وفتح بعض الانماط الاضافية نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم الجمعة اتنين ستمبر احتمال كبير جدا سوف نرى شخصية ستار فاير من ابطال التاينز قادمة الى عالم فورتنايت يعني فيه تعاون جديد ان شاء الله في اتنين ستمبر واذا ظهر اي اخبار عن التعاون هذا سوي لها مقطع خاص لوحدها بعد كده عندنا يوم الاحد 18 ستمبر السيزن فور شابتر تري الان بدوا يجربوا التحديث اللي هو 22 عشرة في السفرات التدريجية فان شاء الله سيصدر معنا يوم 18 ستمبر لكن انتو عارفين لعبة فورتنايت بعضها الاحيان تقدم وبعضها الاحيان تأجل تمام فممكن يأجلوا وممكن هيكون هذا هو التاريخ الصح الخبر الاخير عندنا اللي هو احتمال كبير سيتوفر معنا طور 40 ضد 40 هذا الطور نظامه نفس نظام طور الدمدمة انزلوا 40 ضد 40 هذا الطور ممكن حينزل معنا في التحديث الجديد او انه هيكون موجود في السيزن الرابع شابتر تري اول ما تنزل الطور حيكون معاك الاسلحة الظاهرة امامكم عبارة عن بندقية هجومية وتكتكل والرضاعات والباندج نظام الطور صراحة مرة حلو حتى الزوم فيه مرة قوي وحيكون في بعض الاشياء الاشتهلاكية نفس الاشياء اللي كانت موجودة في الهالوين هذه الحلويات الظاهرة امامكم عبتو كيف طيب هذه كانت جميع الاخبار اذا ظهرت معايا اخبار بعد كذا هنزلها في المنتدى زي ما عودتكم هنزل الاخبار اول باول واذا ظهرت معايا اخبار كثيرة هسوي لها مقطع خاص لوحدها وان شاء الله كل اسبوع هنزل لكم مقطع اخبار الاسبوع اذا وصلنا لنهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام وان شاء الله نتنابن في مقطع اخر وفي امان الله اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة